يا دكتور الضغط هيجننني كل شوية يعطي قراءة مختلفة طب ما هو جايز انت بتقيس غلط لا طبعا يا دكتور ده انا محترف ده انا بقالي عشر سنين بقيس الضغط طب ما تيجا اقول لك على عشر اخطاء شائعة بيقع فيها معظمنا عند قياس الضغط ولكن نتقابل بعد الفاصل السلام عليكم معكم الصيدلي حازم منير ورسالة جديدة من اجل توعية المرضى والاصحاء ورسالتنا النهاردة بعنوان عشر اخطاء شائعة تجنبها اثناء قياس الضغط وحلقة النهاردة هي حلقة من ضمن سلسلة حلقات مرضى الضغط حيث سبق واتكلمنا عن الاطعيمة المفيدة لمرضى الضغط واشهر الخرافات عن مرض الضغط وخمستاشر طريقة لتقليل ضغط الدم المرتفع نبدأ في حلقتنا على طول ويلا نذكر العشر اخطاء الخطأ الاول الجلوس بشكل خاطئ يمكن ان يؤدي الجلوس بشكل خاطئ اثناء قياس ضغط الدم الى ارتفاعه بمقدار عشر نقاط يعني مثلا يكون ضغطك 140 في الاساس ولكن الجهاز يعطيك رائط 150 لذلك قبل ما تبدأ تقيس الضغط عليك الجلوس على الكرسي بطريقة صحيحة ولازم رجليك اللي اتنين يكونوا لمسين الارض مش مثلا رجل فوق رجل الخطأ الثاني موضع الزراع خاطئ يعني ايه؟ يعني المريض يكون قاعد على كرسي ورجليه لمس الارض ولكن دراعه متعلق في الهوى مش ساند على كرسي او طولة ودي بشوفها كتير في الصيدليات او ان الدراع يكون ساند على طولة منخفضة جدا او مرتفعة جدا وده خطأ ايضا لان الدراع لازم يكون في مستوى القلب والخطأ ده من الممكن ايضا ان يزيد القراءة بمقدار خمس الى عشر نقاط الخطأ الثالث وضع احزام الضغط على الملابس والحقيقة ان لو الملابس خفيفة مفيش مشكلة لكن المشكلة لو الملابس تقيلة ذي مثلا واحنا في الشتة دلوقتي فده ممكن يؤدي الى ارتفاع القراءة بمقدار قد يصل الى خمسين نقطة تخيلوا خمسين نقطة يعني مثلا ضغطك يكون في الاساس طبيعي مية وعشرين ولكن الجهاز يعطيك قراءة مية وسبعين الخطأ الرابع التوتر وعدم الراحة قبل الجلوس كلنا عارفين ان احنا ماينفعش نقيس الضغط واحنا متوترين او متنرفزين او زعلنين لان اكيد القراءة عتبقى عالية لكن في خطأ اخر كتير مننا مش بياخد باله منه وهو عدم الراحة قبل القياس زي مثلا تبقى ماشي في الشارع وتعدي على الصيدلية تدخل تقيس الضغط مباشرة فده بالتأكيد هيعلي قراءة الضغط طب الحل ايه يا دكتور الحل انك تدخل وتقعد وتريح على الكرسي لمدة خمس دقايق وبعد كده ايس الضغط الخطأ الخامس تناول الكافيين يمكن ان يؤدي تناول الشاي والقهوة الى ارتفاع كبير في مستوى الضغط الدم ومش هقولك ما تشربهمش لا اشربهم عادي ولكن ما تقس الضغط الا بعد ما يمر نص ساعة على الاقل من اخر مرة شربت فيها شاي او قهوة وانا سبق وعملت حلقتين قبل كده عن فوايد واضرار الشاي والقهوة وحسب لكم رابط الحلقتين في التعليقات الخطأ السادس التحدث اثناء القياس تلاقي المريض بيدخل الصيدلية وبيتكلم مع الصيدلي زي ما احنا شايفين في الفيديو او حتى لو بيقيس في المنزل تلاقي المريض بيتكلم مع الشخص اللي بيقيسله فالتحدث اثناء قياس الضغط ممكن ان يتسبب في زيادة مستوى الضغط بمقدار 10 نقاط الخطأ السابع انخفاض درجة حرارة الجسم ودي نلاحظها لما نكون بنقيس الضغط في الشتاء زي دلوقتي او نكون بنقيسه في مكان المكيف فيه بارد جدا فالجو لو بارد ده ممكن يؤدي الى ارتفاع قراءة الضغط الخطأ الثامن امتلاء المسانة لو حضرتك او حضرتك قصة الضغط والمسانة ممتلئة فده ممكن يؤدي الى ارتفاع قراءة الضغط بمقدار 15 نقطة لذلك مهم جدا قبل منقيس الضغط ان احنا ندخل الحمام لتفريغ المسانة الخطأ التاسع استخدام الحزام او القف الخاطئ اللي في الصورة ده بنسميه حزام او قف باللغة الانجليزية وبيكون ليه عدة مقاسات كل مقاس بيبقى على حسب الشخص اللي بيقيس ده تخين او نحيف فالمشكلة بتظهر اكتر لو ان الشخص تخين والحزام صغير وضيق فده ممكن يؤدي الى ارتفاع قراءة الضغط لذلك لو حضرتك او حضرتك بتعانوا من سمنة او زيادة في الوزن وعايزين تشتروا جهاز ضغط من الصيدلية اطلبوا من الصيدلي ان يعطيكم الجهاز اللي حزامه كبير الخطأ العاشر ضعف البطارية لو بتقيس الضغط بجهاز ضغط اليكتروني او ديجيتال فضعف البطارية حيخلي الجهاز يعطيك قراءة غير منضبطة لذلك انا بفضل الجهاز الزئباق العادي او الجهاز الالكتروني ولكن اللي شغال بالكهربا مش البطارية والناس اللي بالفعل عندهم جهاز ضغط بالبطارية مش هقول لكم ارموه ولكن هنصحكم انكم تغيروا البطارية باستمرار عشان ما تكونش ضعيفة عند الاستخدام في سؤال مهم دايما بتسئله هل الجهاز الزئباقي العادي افضل ام الجهاز الديجيتال الالكتروني والاجابة هتكون كالقاتي الجهاز الزئباقي افضل لو فيه شخص ماهر بيقسلق الضغط زي الدكتور او الصيدلي او الممرضة او ابنك او بنتك لو متضربين كويس طيب لو مفيش حد متضرب كويس او مفيش حد بيقسلق من الاساس يبقى بالتأكيد الجهاز الديجيتال الالكتروني افضل والاجهزة الحديثة اللي موجودة حاليا بطاعة الكراءة مش بتختلف كتير عن الزئباقي فالاختلاف بيكون مقداره خمسة الى عشر نقاط فقط سواء بالسالب او الموجب يبقى ملخص العشر اخطاء هيكون كالقاتي الجلوس بشكل خاطئ ذي مثلا ان رجلك ما تكونش لمسة الارض موضع الضراع خاطئ يعني مثلا دراعك يكون ساند على الهواء وده هيزود قراءة الضغط وده احزام الضغط على الملابس السقيلة التوتر وعدم الراحة قبل قياس الضغط فلازم تريح على الاقل خمس دقيق قبل القياس تناول الشاي والقهوة مباشرة قبل القياس التحدث اثناء القياس انخفاض درجة حرارة الجسم اثناء القياس نتيجة مثلا ان الجو بارد امتلاء المسانة وعدم دخول الحمام قبل قياس الضغط استخدام الحزام او القف الخاطئ يعني يكون الحزام صغير مثلا ضعف البطارية لو بتئيز بجهاز ديجيتال ادعموا المحتوى الجيد وشاركوا الحلقة في كل مكان واشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس كان معكم الصيدالي حازم منير القاكم على خير يوم الجمعة القادم ان شاء الله بعد صلاة الجمعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة